بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم بصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن اتغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤكي الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أقاط عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستقوا منه ألا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم ملعوتون من بعض الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أضرنا عنهم العذاب إلى أمة معجودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يتهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما ينحى إليك وضائف به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بالعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويكذور شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك الذين يؤمنون به ومن يفكر به من الأحزال فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أولئك يغرضون على ربهم ويقولون أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنك الله على الظالمين الذين يخذون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين قفروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يسترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخفرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا موحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أقاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك السبعة إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بقالب الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعيونكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوش قد جاذلتنا فأكثرت جدالنا فاهتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئف بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مرض عليه ملأ من قومه سفروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحبل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وإن يتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا غاصن اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي الماء ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إليم قال ربي إني أعوذك أن تكون من الجاهبين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من القاسرين كيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرا أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجبكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فقيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذا أبك إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقلق ربي قوما غيركم ولا تغرونه شيئا إن ربي على كل شيء حدير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الغليل وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعسوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح فلكنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عفيتم فما تذيذونني غير تختير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجف منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم نوط ومرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإفحاق ومن وراء إفحاق يعقوب قالت يا ويلة أأرد وأنا عجوز وهذا بعني شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعدبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم جرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيتي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رفن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يطلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما زاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالخصة ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أطلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه نذقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما اتطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجلمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم خالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وجود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لردمناك وما أنت علينا بعزيب قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتقذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بغدا لملين كما بعد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئهم فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يطدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المورود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنق عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن قاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤثره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فلنهم شقي وتعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء وشاء ربك عطاء غير مجدون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قوة ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون طبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهلن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أدر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك فلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون